اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس دكتور وورد ونحن نتناول في هذه المحاضرة كيفية ادراج المعادلات الرياضية باللغة العربية طبعا لو اجينا على ادراج طبعا لو اجينا على قائمة ادراج ومن معادلة مثلا ادراج معادلة وطبعا بالأعلى اختارنا التكامل مثلا هذا التكامل اذا نجي هنا نكتب خمسة وطبعا هنا مثلا ستة وبالأسفل اثنين لاحظ انه رمز التكامل هو من اليسار الى اليمين اي التكامل انجليزي كيفية ادراج المعادلات بطريقة عربية طبعا اولا لازم ننتبه من ملف وطبعا خيارات نجي الى خيارات متقدمة وطبعا ننزل الى المنتصف تقريبا الارقام لابد انه تكون هندية لابد انه ننتبه الارقام انه تكون هندية طيب الان نجي الى ادراج ومن ثم نجي الى الاجزاء السريعة وطبعا نختار حقل ممتاز طبعا نجي هنا من الفئات بالاعلى من هذا الخيار طبعا نختار معادلات وصية ونجي الى الرمز اي كيو ومن ثم طبعا بالاسفل رموز الحقول نجي الى خيارات طبعا هذه هي الخيارات عدنا هنا مثلا رسم صفيف او مصفوفة عدنا هنا احاطة عدنا اعطاء تحكم افقي انشاء كسر مثلا متمركز انشاء تكامل انشاء لائحة من القيم وطبعا عدنا هنا مثلا الار اللي هو رسم علامة الجذر طبعا نجي الى الاي اللي هو انشاء تكامل وطبعا نضغط على الخيار اضافة الى الحقل عدنا هنا ثلاث قيم بين الاقواس القيمة اللي بعد القوس اللي هي الرقم اللي بالاسفل اسفل التكامل مثلا رح يكون اثنين والقيمة اللي بالمنتصف اللي هي القيمة اللي اعلى التكامل مثلا ثلاثة والقيمة الاخيرة اللي هي القيمة اللي تكون امام التكامل مثلا عشرين أو مثلاً 25 الآن راح أضغط على موافق ومن ثم موافق أيضاً راح ألاحظ أنه راح يتم إضافة التكامل باللغة العربية من اليمين إلى اليسار أيضاً إدراج الجذر التربيعي بنفس الطريقة من إدراج والأجزاء السريعة وطبعاً حقل أيضاً إذا كان عندنا الكل نخليها معادلات وصيغ ومن ثم نجي إلى إي كيو رموز الحقول ومن ثم خيارات طبعاً نجي إلى مثلاً الجذر التربيعي اللي هو الار إضافة إلى الحقل طبعاً عدنا هنا قيمتين القيمة الأولى اللي هي قوة الجذر مثلاً جذر تربيعي يكون اثنين جذر تكعيبي يكون تلافة وطبعاً هنا القيمة الأخرى اللي هي الرقم اللي أسفل أو بداخل الجذر مثلاً خمسة وعشرين ومن ثم موافق ومن ثم موافق إذا نلاحظ أنه أصبح عندنا جذر بشكل عربي من اليمين إلى اليسار طيب لو أردنا تغيير قيم الجذر أو قيم التكامل طبعاً نضغط كليك أيمن ونجي تبديل الرموز ونغير القيم هنا أنا عندنا جذر التربيعي سيكون جذر تكعيبي ومثلاً الرقم ممكن يكون خمسة أو ممكن يكون مثلاً مية وخمسة وعشرين مثلاً حتى أرجع جذر تربيعي أضغط كليك أيمن وأختار تبديل رموز الحقول بنفس الطريقة التكامل نضغط كليك أيمن تبديل رموز الحقول وطبعاً نتحكم بالقيم وعند إكمال التغيير نضغط كليك أيمن ونختار تبديل رموز الحقول طبعاً هذه المحاضرة مهمة جداً في حال لو أردنا طباعة رموز الرياضيات باللغة العربية نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى اشتركوا في القناة